السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نهار جديد وروتين جديد من شاء الله تكونوا في أحسن وأفضل الأحوال اليوم عندنا روتين متنوع بديتها معاكم كما راكو تشوفوا بالفاتر على الصباح المشهول ما يخطيناش حاجة اللي ولا شيئات اللي نبدو بيها لحضرة تعنا هي الصلاة تعالى النبي على أفصلات وألف سلام ما تنسوناش الشيئات دونا هادا كجان باش تعاونوني كما قلت لي واحدة ضحكتيني قلتيني اكو با خيلي اكو با خيلي في ذاك الجام روحي هاودي ديري الجام وكمل الفيديو أنا فيديو بزاف شباب غادي يعجبكم أكيد 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 قلت لكم عاود نولينا الروتينات انتا وعنا بديتكم الفيديو باديك الفطيرة الله الله في الحقيقة ديف شوفوا الشيئات أنا مين نرقود في الليل غاية ملاح ملاح مرفاجر ما نعاود نولي البلاستي بس كون ديف شوفوا الشيئات نعاود نولي حتى السبعة نعاود نعاود نول كوزينة ولكن ديف شوفوا ما نرقودش اذا قدرت لهم هاديك الفطيرة بشي تقهو بها هنا ايه غادي نتقاسم معكم غادي نتقاسم معكم اليوم واحد العجينة المورقة ديجا برطا جيت معكم غيل كما نقولوح من نتيجة تاحا ألوغ بزاف شيرات قلو خلو اللي في كومنتا قلو اللي يديرنا الطريقة طريقة جدو 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 بسيطة وماث متعيبة ما فيها تحطيها في خجر تريح ما حتى حاجة تكتوفوها طريقة سهلة بل بزاف بل بزاف بل بزاف وعدنا جولة في الافوار لاني سمعت بها بلها حالة هلو روح تضرب الدورة واكيد بعدها جيت معكم باش تشوفوا دورة خفيفة وتشوفوا شكاين ولا تشقوا ولا مقلة ألوغ فيديو كما قلتوكم بزاف شبابتنا شاء الله يعجبكم اهنا بديت نوجد في الاباتفويت العجينة المورقة الحاجة اللي بلنا نبدأ بها هي بيوسغ العجينة شان دير ندير كيلو تاع فارينة فيها تلت مغارف تاع الزيت وفيها رشة تاع الملح ونخلط الفارينة تاعي مليح 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 ونبدأ من بعد من شوفهم تخلطت لغاية نبدأ نزيد في الماء معادي تاع السبالة هذه الكمية تحكيل وتاعفالينة هنا بديت نلم في العجينة غالب شوية ونشوفوا لموها ما تكون هيبسة بزاف ما تكون طريات بزاف هلا قد تكون متوسطة ولكن لا تكون ش ناشفة لانا اذا كانت ناشفة ستلغب نك شوية في التوراق غالوغ تكون شوية طريا مشي طريا تلصق في اليادي ولكن تكون شوية طريا غالوغ هنا هنا قد نلمها للم العجينة كيلو تاعفالينة هادا تدرتهنا كيلو غالب شوية واحد زوج مغارف والله هنا غالي نلم العجينة تاعي ما نعجنهاش غير تلميها بها الطريقة لها واضحة قدامكم هنا لمية غادي نلمها هنا يراني نلمية العجينة خليتها ترياه وحدة الخمس سقائق هنا هيا جبت الزبدة على التوراق زبدة على التوراق زبدة على التوراق جبتها مفخيجة مقبل ما بديت النهجن جبتها مفخيجة خطيتها بجهة شفتوا النوعية اللي تستعملها في 10 سنين وفايت نتيجة تحرائعة رائعة ويطلقها في كالي سوباغات كالي محلات ما كاش محل لما عنداش هادي النوعية تاع زبدة التوراق انا في كيلو تاع فارنا ندير ميتين وخمسين غرام تاع زبدة التوراق كيلو تاع فارنا ميتين وخمسين غرام تاع زبدة التوراق عاقلوها على هادي مليح كالي بزاف اللي ديرو في كيلو فارنا ارطلتع زبدة انا ندير 250 والنتيجة طوب دي طوب جربوها الشيلات وغادي تاكيد ااكيد ااكيد تحتامدوها وغادي كمان قروحنا تولي ما تخطيكمش هنا بعد ما حليت العجينة بها الطريقة تكسليها تحليها غاية تلغاية تعطيها الشكل مربع ولا شكل مستطيل تسيت ترحيها مليح فارنا ندير مشيطة جيد بزاف كمان الصنج تاها يكون كما تلغاية السنج تاها في طيرها هنا نجيبوا ينغاب عادية تاها كوزين تاها كوزينة ونبدو نراب في هادا كالدهان قاع العرس يخفص تعال العجينة تاعي قاع الوجهة تعال العجينة هاني بعد ما رابيتها منجهنا نطبق العجينة تاعي بهالطريقة كمان قروحنا طوية اللويها في الغسط نضغط عليها نضغط عليها نضغط عليها بعد ما طبقت العجينة نجعلها تريح 4 سقائق نستطيع سرح نشطيها ثلاثة طبقات ولو 4 4 4 5 خطرات نتمنى الشرقين نتمنى شرقين واضحة نحن نصل على الطرق بها الطريقة نضغط عليها نضغط عليها نضغط عليها لا تجعلها ثلاثة طبقات مورقة بعد ان ضرح افضل الزجن التانية بعد ان اجعل صباح بالفارين اخبرت اصباح ايضا ايضا. استخدامه في بعض البيوت اذا اردتها على الطول و اردتها على العرض انا نحن نغذرها على فارينة نجعلها تريح لازم اتحرك في هذه المرحلة على فارينة نعود ثاني نعود نولي لها ونورقها. هنا سنسرها ونطويها طياء نممو الاخيرة. ثاني نعود نرد العجينة في الوسط ونبلع بالعجينة وتعود نولي لها ونورقها كما الولين والزوجة. لانكم ستقطعوها ونورقها بزرع ونورقها كبير. اذا يشيرت خليتها فخي جدا غريحات درت غادي ندير زوج انوات مولاحات معاكم على اغلال العجينة اللولة درتها كما قلت لكم ترياح في اله لازم تحطيها ترياح انا خدمتها صباح وجدت العجينة الصباح لبعض فريتي وفي الليل درت لها غير أصوص وجدت العصوص تاعي ودخدمت اللولة خدمتها على شكل بيتزا كوفير ولكن الثانية بعت من النوع شوية درتها بهذا الشكل الرولي اذا تشوفوا معايا كيفاش تجي جي بزاف بنينا 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 و بزاف سهلة هنا دي سلاسوس طمات هنا غدي ندير معها شوية تاع الطنطا تاني تاع الطمات كما دايما نقولكم لا فخص ولا الحشوة تقعد حاجة اختيارية كل واحدة وشي يكون عندها فضات نجمة تكتافي في غير صوص و بالفرماج جي بزاف بنينا المهم فرحوا بليداتنا قافينهم بليوا فرحوا بها تصوالح لكيش وتاع هدول السوال تاع المخبوزات تتعضار ما كاش كيمة تتعضار حاجة القيا و حاجة كما نقولون عارفة روح شادرتي وش عام باش عمرتيها و انتي طيبتيها وراسوس نومات جديدة و كل شي جديد فيها شوفوا الشيرات بالفرحة ما كنت تتعضار حاجة شوفوا الزمان لم يعدها في 20 دوام حتما تحتاج الى مرارية و كنت تتعضار حاجة كما نقول احنا صرفت على الفرحة زيادت خماج مش غاليف و كنت تتعضار حاجة أرى ما يحدث فقط أول مرة الحديثة كما تقوم بإضافة أجينة وشيرتها وشيرتها وزيتها أغادتها أجل واحد الدرجة ألغر الواحد يخدم حاجة نقية في الدار لا يمكن أن يخدم حاجة نقية ويجبها واجدة هنا الشيرات أنا أططعتهم بهذه الطريقة ويجب علي أن أططعهم بهذه الطريقة إذا أريد أن تقطعهم سينة قد تضع البودة كما على فوق البلاطة و تدهني و تدهني و تدهني هاته و إذا أخترت كما هكذا لازم هذوك الأطراف تبليعهم باش الحشو ما يخرج لك شبارة هنا بعد ما كملت جبت بيتزا كوفير لي وجدتها ما بارتاجيته شمعكم لأنني سباقوا و بارتاجيتها معكم جدت لهذا الخدمة قطعتها هكذا باش ما قطعتهاش و أعطيتها الشكل باش تباقوا يبانوني الحبات جبتها صفارتها حبا بيد و مغرفتها حليبتها يركوه الفتو الخالر اللي يندهم بها دائما المخبوزات و لا أي حاجة نبغيت تسحق الدهن ندهنها بصفارتها حبا بيد و مغرفتها الحليب قد نديرهم يطيبون الفورم تاعنا يكون حامي ملاح 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 و نديرهم يطيبون شعر عليهم التحت حماره و بعد ديرهم شعر عليهم الفوق يدهو كل لون دهابي و هاو من المخبوزات لو عنا راه مواجدين فرحوا بهم وليداتنا حاجة نقية في الدار حاجة موجدتها بيدك يجون قرمشين يجون مورقين يجون ما شاء الله هنا وردكم هذي البيتزا كوفير هي اللولى و ما بعدكم نشوفو تاني هذو كل اللي قسمناهم ولا اللي قطعناهم شفتوا عجينة سهلة سريعة لا تديش الوقت لا تديش اليد وتوجدي كما قلت لكم شيلات حاجة نقية وليداتنا يفرحوا بيها وسيختوا 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 هالويكاند راح جاي لا تبخلوش على وليداتكم وديلهم هذو النوع تاع المخبوزات هذا هو الوصفة تاع اليوم مدركة نخليكم اتروحوا مع الفلوغ انتمنى ان شاء الله هي عجبكم السلام هني هنا كما كنتشوفو هنا هني في الافوار و نجي نضرب دورة هها حالة حالة من ال 14 حتى ال 28 اكتوبر ندخلوا لديك ان شاء الله نضربكم ده جولة خفيفة سادها خفيفة اضربوك هما كاش لغاشي الابخيمي دي هي اللي تتعمر هلو خليكم معايا اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة